السلام عليكم متابعي دراما سبورت تم تداول خبر اعتزال الكابتن فراس الخطيب بعد مباراة منتخبنا قدام منتخب الفلبين وطبعا بعد تلميح المنسق الإعلامي للمنتخب حول نية الكابتن فراس الخطيب الاعتزال موضوع اعتزال الكابتن فراس الخطيب اللعب الدولي مع المنتخب من دون شك صعب جدا على الجمهور لكن موضوع واقعي جدا ومنطقي جدا الكابتن فراس الخطيب عمره 36 سنة وداخل بال37 وحتى كأس العالم 2022 رح يكون داخل بال40 سنة وكمان لموعد انطلاقة كأس اسيا بال2023 بالصين رح يكون مخلص ال40 تماما ما في لعب مهاجم او لعب يلعب مهاجم تاني او قصانع العاب بيقدر يعطي لعمر ال40 سنة الا اذا كان حارس مرمى مركز حراس المرمى ممكن يوصل لل40 لكن المركز المهاجم او مركز المهاجم التاني صانع الالعاب فصعب جدا يعطي بهذا العمر ممكن تستفيد من الخبرة لكن صعب جدا يعطي بمباريات كبيرة مثل اليابان كوريا الجنوبية الصين حتى مباريات رح تكون صعبة بالنسبة لعمر اللعب اذا كان بال40 او حتى بال37 لهيك يا شباب من الواضح انه عام 2019 يعني نحنا بالعام الحالي هو اخر سنة للكبتن فراس الخطيب مع المنتخب السؤال اللي ممكن تسأله انه يا ترى رح نشوف الكبتن فراس الخطيب بمباراة المالديف او بمباراة غوام كمباراة اخيرة مع المنتخب انا بظن الامور باتت واضحة الامور صعبة جدا فراس الخطيب وبشكل شبه رسمي يعني بالنسبة للعيبة خبر اللعيبة وخبر الكادر الفني والاداري حول الاعتزال بعد مباراةنا مع الفلبين تخصيا يا شباب كنت بتمنى يكمل الكبتن فراس الخطيب على الاقل لأولمبيات توكيو بال2020 المنتخب الأولمبي متل ما بتعرفوا ممكن يتأهل لهاي الأولمبيات انا كتير ريك متفائل بهذا المنتخب اليوم فازع منتخب الأوردن الأولمبي وكمان حاسس بتفاؤل شديد وكمان فيه امكانية لعب فراس الخطيب مع المنتخب الأولمبي لأنه الدورات الأولمبية بيسمح فيها لثلاث لعيبة من عناصر الخبرة او فوق العمر الأساسي للأولمبي يعني فوق الـ 23 سنة ممكن يشاركوا مع المنتخب الأولمبي بالدورات الأولمبية فلذلك دورة توكيو 2020 كنت حابب شوف فراس الخطيب كأسطورة سورية بيشارك مع المنتخب الأولمبي لهيك شباب بشكل مختصر تماما الكابتن فراس الخطيب لسه ما أعلن بشكل رسمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى عبر بيان رسمي لكن كل الأمور صارت واضحة الكابتن فراس الخطيب أعلن وبشكل رسمي للعيبة للمقربين جدا وللكادر الفني والإداري خبر اعتزاله كرة القدم مع المنتخب السوري مو مع الـ NDA لكن مع المنتخب اللعب الدولي طبعا اعتزال اللعب الدولي بصراحة كنت متمنى يكمل المشوار على الأقل لدورة توكيو 2020 لكن الظاهر هو أدرى بنفسه أدرى بقدرته على اللعب أو لا بنتمنى نشوف مباراة أخيرة للكابتن فراس الخطيب مع المالديما ومع غوام يعدل شوي عن قراره خلينا نشوف آخر مباراة للكابتن فراس وبعدها ممكن يقرر الاعتزال بتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة